بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زال الكلام موصولا في الاستفادة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إلى قوله تعالى فأفوز فوزا عظيما وقد ذكرنا في الحلقة السابقة بعض ما يظهر لنا من هذه الآيات والآن نقول أيضا يوخذ من هذه الآيات أن المؤمن المجاهد على خير سواء حصل النصر أو لم يحصل فإنه قد أجاب داعي الله عز وجل وخرج للجهاد وشارك فيه فهو حصل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من مسلم يخرج للجهاد في سبيل الله خالصة نيته في ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى إما أن يرده سالما مع ما نال من أجر أو غنيمة وإما أن يستشهد في سبيل الله فيكون مع الذين قال الله جل وعلا فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فالمؤمن المجاهد على خير سواء مع النصر أو مع المصيبة خلاف المنافق فإنه بالعكس لأنه لا يريد الآخرة وإنما يريد الدنيا فإن حصلت اعتبره غانما وفائزا وإن لم تحصل اعتبره خاسرا ولا ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات وجوب إخلاص النية لله عز وجل في الجهاد كما يجب إخلاص النية لله عز وجل في جميع الأعمال ولكن في الجهاد بالذات له خصوصية وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قاتل شجاعه والرجل قاتل حميه والرجل يقاتل من أجل يقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقوله لتكون كلمة الله هي العليا هذا إخلاص النية لله يريد إعلاء كلمة الله لا يريد طمع الدنيا ولكن إن حصل له شيء من الدنيا فهذا مما يستعين به على طاعة الله ومما أحله الله له وننتقل الآن إلى قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إلى قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقوله تعالى فليقاتل هذا أمر من الله جل وعلا وقوله الذين يشرون هذا هو المأمور هو الفاعل هو فاعل يقاتل يقاتل في سبيل الله هؤلاء الذين يشرون يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة فالحياة الدنيا عوض والآخرة هي الثمن هؤلاء هم الذين يقاتلون في سبيل الله بخلاف المنافقين فإنهم بالعكس يشرون الآخرة بالحياة الدنيا والعياذ بالله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وهذا كما في قوله تعالى إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم في هذه الآيات المشتري وهو الله والبايع وهو المؤمن والثمن والمبيع وهو الدنيا والثمن وهو الجنة الثمن وهو الجنة والسمسار هو الرسول صلى الله عليه وسلم وتوثيق البيعة في التوراة والإنجيل والقرآن ولا أحد أوفى من الله عز وجل فليبشر هؤلاء بما عند الله لهم من الثواب العظيم ثم قال جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما هذا فيه دليل على أن المجاهدة في سبيل الله على خير إن قتل وإن غلب العدو فهو على خير وأن الله سيؤتيه أجرا عظيما فيقتل يعني يقتله الكفار في المعركة أو يغلب الكفار وينتصر عليهم فإن له الأجر في الحالتين وهذا الأجر أجر عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى قد قال الله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله فسوف نوتيه أجرا عظيما ثم إنه سبحانه وتعالى قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين فالله جل وعلا يقول للمؤمنين ما الذي ما الذي يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله فإنكم في سبيل الله لا تقاتلون لأي شيء إلا لوجه الله سبحانه وتعالى ولكم عنده الأجر العظيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال يعني وفي سبيل المستضعفين لتخليصهم لتخليصهم من عدوهم من الرجال كبار السن والمرضى أو الرجال الأقوية الذين حبسوا بأسر الكفار والنساء والولدان هم الصغار من الذكور والإناخ فهؤلاء تسلط عليهم العدو الكافر فيجب على المؤمنين تخليصهم بالجهاد في سبيل الله نعم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر